السلام عليكم نحن نعكي موضوع شويه بجوز صعب الفهم صعب توضيق صعب وصل الفكرة اللي بدي قولها الممر هنالك نحن يا سادة يا كرام انتو تعرفوا انو في العرب يقولوا شمال عراق والاكراد يقولوا جنوب كردستان اكبر في اكراد عراق والاكراد موجودين في سوريا موجودين في تركيا وموجودين في ايران اكراد عراق هو لازم تعريف للشعب الكردي لازم تقول كردي لا تقول اكراد كأنك تقول للعرب عراوية نفس الموضوع بس رحجي معكم ونقولكم انو اكراد المهم كيف حصلوا على شبه حكم ذاتي او فدرالي او اي شيء ما تكون تسموه كيف وصلوا يعني وصلوا لهون نحن نوضح اي سوريا بعدين من نجي على سوريا ماذا عم يزير وكذا الأكراد حاربوا من خمسينيات يعني من عشرين حاربوا إلى ثلاثين بعدين يأتي تركيا يحاربوا من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين ومشاكل في ثورات وإلى آخرين طبعا عرب والفرس والتركان يقولون انو هذول ارهابيين مثل ما علاو يقولون عن كل ارهابيين يعني سوريا هاي كلها موشته يا أخوي بالله أقول وعد صدام يأتي يضرب الأكراد بغاز سيرين ويقتل كمية كبيرة منهم بـ 88 يصبح الحديث في شهر الثالث في 88 هنا يأتي العالم هناك انتهاكات كثيرة كميات كثيرة تصل إلى أمام المتحدة هنا أمام المتحدة تتحرك وتأخذ قرار أنه حذر جوي تفوق ما يعرف حالية بإقليم كردستان يصبح حذر جوي تفوق حتى لو كانت 50% من الحرب وعندما نأتي إلى 2003 وتعرف شو صار نضبوط؟ يعني عشر سنين كان في حصار على صدام حسين على عراق عشر سنين من حصار لحتى أكراد حصروا على حقوق وممكن هاي قانون قيسة حصار شبه من حصار حصار على عراق عشر سنين توقع ممكن أن تضع كل حالات الواردة في ذهنك لأنه ما زال في قوات هناك في سوريا ترفض أي شيء ديمقراطي يعني العرض موجودين من قوات هذه المواردة ترفض بأي شكل من أشكال الديمقراطية أو الحرية أو الدولة المدنية أو الدولة المدنية أو الدولة المدنية أو خلافة يعني على مول كلياتها إذا عقنا فيها ويمكن بالشهر بدنا وشيمية حلقة لأن وصل الفكرة الحقيقية للسادة المشاهدين كما تفكر مثلا نلاقي أن في 2011 هناك بعض حرب بعض مظاهرات بعض كذا كذا العالم كان تفكر بكرة وبعض بكرة يسقط النظام ونجيب واحد ثاني وخلصت الشغلة يعني عليك كما تفكر أنا واحد أنا كما تفكر لكن كما تظاهر لكن كما تعلم أن النظام لا يسقط الآن لا يوجد كتلة وطنية بديلة عن النظام وتحمي حدود إسرائيل أكثر من النظام الحالي لا يسقط هذا النظام الأخوة المسلمين حاليا هنا ينغموا على أنه إيران وإمام القميني وأقدم منه دروس وأقدم منه شغلات حلوة وأشغلات أنا هون بتساعد شوية شغلات الحلوة اللي عملها إمام القميني مثلا لحتى الأخوان المجرمين المسلمين يقولوا الأخوان المفلسين يقولوا نحن أخدنا منه شغلات الميحة شغلات الميحة تعرفوا شوية إمام القميني قام فيها مثلا قتل أكراد كثير أي قتل أكراد كثير يعني والله قتل كثير كثير ها ها هذه الشغل الميحة اللي تأخذوا منه الأخوان من المخمين المخمينة كردستان والشعر والشغل الميحة والشعر والشمال فيما منه يعني لا تتحدث على المخمينة ما يعني ما يعني مجرد ما يحدث الآن نعم مجعله مجعله ما يحدث مثلا فيه قرار دولي بها الشيء مع الشيء مع الشيء عفري بتصير فيها انتهاكات كثيرة متل ما صار انتهاكات مزاخو وكوباني راح تكون حلقشو على هذا الشكل لدينا نحن وهيك راح تكون الفلب بعد ما بنخلص من كوباني نحن هون راح يجي بيصير فيه كم هائل من انتهاكات العربي دلت الكولتي طبعا مو كل العربي عمدو عشي بس فيه هدول اللي قايمين على هذا العمل هن عرب انت وسمعتوا شي مرة انه والله تركي قتل شخص مدني بعفرين ما اسمعنا او عسكري تركي اعتقل امرأة عفرينية وقتلها تحت التعزيم وخلافه يعني ما بدنا نفوت بالتفاصيل بس نحن ما اسمعنا يعني نحن ما اسمعنا مين عم يعمل جيش الوطني اللووطني الوطني المهم لأتلاف معشي هؤلاء الذين يخدمون بجرائم كلها مضبوط هؤلاء يكمل جرائم كبير كثير يتحرك هؤلاء المتحدة يطالع فجأة قرار حذر جوي وفوق مناطق كردية طبعا هؤلاء يكون هناك قوة كردية غير الموجودين حاليا بس يكونوا باسم ثاني بجوز يكون نفسهم باسم ثاني يعني ما يعرف الحاليا بمجلس هذا القذر المجلس على أساس انه هو مجلس ما بعرف كردية اشترون بس ما دخلوا بكردية لا من بعيد ولا من قرد وبايا دي نفس الوقت ما دخلوا بأي شي كندي هني أدوات بس رح يصير في شي كردي قريبا يعني بعد ما ما نشوف نحن معصات مكوباني معصات اللي شفناها بعفريق وهل معصات عيبت رح تنعاد يعني ورح تنعاد وتتكرر وكذا 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 رح يوصلوا بالنقطة نهائية اللي الأمم المتحدة رح تقول خيواتوا مو حاسنين يعيشوا مع بعض يعني قتلوا هالكمية هاي لمن بعد يعني شو الحال؟ الحال؟ طبعا بعد ما كردي يأخذ بطارة هاي يكون في حال؟ والله إنه الجمعة ينقسموا أو يعيشوا مثل يراك يعني يعني لحال ما مين ما جواب ختله؟ عشي وشي اللي بده يصير يعني بيستغل انك انت تتعذب بي شوانو أكتر من هيك على نظار خمسين وستين وسبعين وثانين 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 مرة قالنا اللي انك رح تأزو كتير رح تتعذب كتير هالشي باين يعني انتو رح تشتوبوا على هذا الأساس يعني وما عمد قصروا يعني هاي بعفرين فيه أكتر من ألف معتقلي كوردية في سجونكو ماشي مثلا على دور حكم ذاتي أو فدرالي أو بالأخير بالموجودة حاليا في قليل كوردستان يعني في عندهم حوالي مئتن وخمسين ألف شهر وفي عندهم مباع النساء يعني النساء اللي أخذوهم وبعوهم للخليج وبعطوهم للخليج بشكل جواري عدد يفوق العدد اللي موجود بالسجن يعني بعشرة أضعاف يمكنوا أكتر كبه ماشي ظلم كثيرا ظلمنا بس أنت لازم تعرف يا عربي اللي شايف حالك بتقول لو وجود الشعب الكردي في سوريا أو هني مجرد ما بعرف شو وشو وشو نحن شعب أصيل نعيش على أرضنا لم نأتي من أي دولة يعني هكذا نتوهم لك أنه نحن نجينا من إيران ونجينا من تركيا ونجينا لا أستطيع أن أصليم لا أستطيع أن أصليم هو معروف حاليا بس شعب فكر انه هو شيخ مسلم ولكنه ليس شيخ مسلم هو حار عبدالإسلام نحن مدينة كوباني وصلا هذه مدينة آخر مدينة أصليم منفقه هو كان اسم ديشت و سروش هذه الشعالات مدينة قديمة ليس هنا قصد جديدة نحن مجداد موفقين هنا وانتو بس بتقول دولة عربية إسلامية أو فسنية أو كذا هكذا متفكروا بس انتو عم بتقسموا سوريا وقت الحاضر انتو عم تقسموا انتو عم تشتغلوا على المخطط مية بالمية عم تنفسوه بحظافية ما في شي خلق انتهكوا قد ما بتحسنوه ضد شعب الكرد نهاية شعب الكردي فيه عالم هاي العالم صحيحة اليوم ساكتين ماشي بس بكره راتاكي بعد ما انت تنتهي بتكون أضعف من هيك بساة وانت بتحارب تموت سوال صغير بدي اسأل من العربية اللي هجم على العفرين قديش مات منكم وقت انتو بتكون تدخلوا على العفرين او بتكون تحرروا مثلا عشرة عشرين ثلاثين شخص انتو شفتوا شي قناة حكا عن مراسيم لأحد شهداء الجيش الوطني مثلا عم بيحكي عنه بتلفزيونات وعلم حاطين وطابوت شائرين عم بيدفنوا شهيد الوطن شفتوا هيك شي لا طيب وين قبولناتو هالسؤال لازم انت تسأل حالك وانا انا بعرف ان قبول وين رح يكون قبولك موجودين يعني او رح يكون موجودين وانتو رح تهتنكو يعني تعملوا شغلات كتير بعدها بتراكم هذا الرصيل وهالجرائم كتير بتكتر 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 هيك بتصير كمات كبيرة عاد العالم هم تجي بتحكيم بتطالع مثلا حذر جوي عن مناطق كردية او بتطالع اي شي يعني تركيا ما فينا تبقى بسوريا لمندت مثلا خمسمائة الف عام لا بتصير تبقى امريكا بتصير تبقى تعرف لماذا امريكا بتصير تبقى بجوز انت تساعد امريكا دخلت على اوروبا بحرب عالمية تانية لحد الان في الى قواعد موجودة بالمانيا ممكن انتو ما بتعرفو بتعرفو ما معرف شلول قصة شرح لك يا بس موجود قواعد بالمانيا لحد الان امريكا يا ترى المانيا بحاجة لقوات امریکية او شو قصة هات واحد اشرح لنا يعني شو يعني انتو لا تشوفوا الامور بالطريقة انو انا لحالي موجود هون هاي غلط وانتو هم تغلطوا بحق حالك و المو بحق صحيح هم تغطلوني ادي انا عم من قتل انا عم بقتصب انا عم بدي حقي انا الاخري بس بالنتيجة انا ربحان ليش لألك ليش انو قالوا انا عماني رافتك انا ما برفتك يعني ما في حالة عزب كردي جاي انا عم برفتك والله تعيش مع العرب ما في شفت هك بيانة لحزب كردي انت شو بياناتك جمهورية العربية السورية يعني ما في شعب هون موجود غير شعب العربي وانتو انا عم تحكي و هاي فاتورتها تقيلة و راح تتعوى طبعا مول يوم متر ما دفعوا الجيش صدام مضبوط وانتو كم راح تتعوى بس مول يوم بجوز بعد سنتين تلاتين ممكن عشر سنتين قلت الله كنا القانون قيسر اللي صار بيارات طول عديش من تسعين لا انت سوى الفني لعالفين وثلاثين تلات عشر سنة وكان العالم دايما بتفكر ان صدام رايز كورد بكرة بعد بكرة وبكرة صدام مصر روشي لعالفين وثلاثين شعر 11 اجتمعوا بريطانيا مع عرضة إيراقية واتفقوا على الشروط الشعب الكردي الموجود وقعوا ومشه هار حرفتش لون هكذا انت لازم تفكر به وجهة نظر عقلانية بعدين انت اد ما تنتهك هلو بعفرين ها بيتسجل كلشي لا تفكر انه محدا عم يسجل ومحدا شعيف ومحدا عم دو خبر هكذا لا تفكر وعالم في عالم ها متسجل هلو انتهاكات اللي قامت سير بعراق كليات زوزان وحدة اسمها زوزان هي كانت تسجل وحدة بنا كانت تبعتها رسائح وفيديو ممارك فلاش ممارك شغل كذا إلى آخرين وبعتها ايك على ممتعد يعني كل انتهاكات كانت توصال والله كمان عم توصال لا تاكل عم يعني ما بيشي ما عملو سع ما عاشي يعني انت هلا موجود مثلا لنا قوى الواحد موجود بحلب عم يعمل فيديو باسمه بواشرة أو يعمل الكذا بتلاقيك ان الدنيا شافته أو سمعته حسب هميتهم لي ونفس الشياء اللي انتهاكات اللي عم تسير هلا بعفرين عم توصال توصال الكل متفكر العالم ها متهكي انه عالمو شاير في شي تاني عالم ده تخلص منه في شي حاليا عالم ده تخلص منه ومهمة شغالة بس يخلص العالم ان هاي شغلة تانية اللي واقفة عايق قدام التطوير في سوريا أو تحضير أو تقسيم أو او اي شي في قوة معنى هاي الشي تصير هاي القوة لازم يشيلوها انه بس يشيلو هاي القوة بس ان شالت هاي القوة المرحلة التانية بتجي ما تتحالك محاسبة ما تتحالك مثل ما تتحالك لازم الله لذلك أقول مثلاً أنت وقت دخلت على عفرين وصرقت كل بردات مثلاً كل غصولة هاي بفكرك يعني شغلة هايمة ماهينة يعني أنت وقت بتأخذ كل هذا بتفكرة تقول إنه غنائم غنائم حرب أخذ ماشي غنائم حرب عاد من الفسرها يشترون ما بعرف أنت فسرها من عمداني ولا أنا ما بعرف على مورعي ما في شي بروح بدون سبب وما في شي بيكون بدون سبب وما في شي بيصير بدون سبب وما في شي بيزبط معك بدون ضحي هلا مثلاً واحد يتجواز أو واحد يتقول لها يتقول أخذ نظر أنا إذا صار هيك بيساوي هيك لا إن شاء الله نظر وما نظر ماشي ونعنى كمان في عنا نظر يعني يموت نصف شعب كردي نصف الثاني يعيش بالدولة اسمه كردستان مونسف يعني يتقول الخاسر الأكبر في الموضوع يا عربي السني المتمثل في المعارضة السورية الحالي ماشي؟ وانت بتخسر مو بتخسر هيك أنا بس أوضح لك فكرة إنه بعد هذه الانتهاقات كلياتة لابد أن يستيقظ دمير العالم ممكن هلا نسبة الانتهاقات يعني واصل إلى خمسين ستين بالمئة بعد فترة سوف يصل إلى مئين بالمئة وستوصل إلى ألف بالمئة وستوصل إلى ألف بالمئة وستوصل إلى ألف بالمئة ولكن هناك قوة معنا مو بشكل مال مردت شلون؟ على اليوم أمريكا في السياسة جديدة لا يوجد استعداد أن تأجب عسكرية لتأجب الموته بحط هل تعرفون؟ لا بدأت الموته لا بدأت الموته لا بدأت الموته دماغت مرحب أن تخرب الدنيا وطلق شيء يبدأت الموته من الخليج وليس لديها أصدقات غير عسكرية مثل أربعة قمسة ما بدأت الموته لقد بدأت الموته غلطت أفغانستان أو غلطت إيراق أمريكا هناك طريق والطرق الثاني طرق الإزارة بعد أنت قد لا يمكنك أن أقوم بإمكانك كثيرا 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 أنا أتمنى أن يكون فكرة وصلت فكرة التي أريد أن أصلها يا سيد المشاهد وإذا كان ممكن بإمكانك المشارك على ذلك أو اشترك بالقناة أو أي طريقة أريد أن أدعمني عندي كم شغلة حلوة أريد أن أحكي لكم أيها الجاية تكونوا بخير وقد كنا معك وفي جورج الكردستان